السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومجيوكا حبيبي ومتابعين قناة معلومات وفنون. آآ بازن الله النهاردة هنكمل آآ الجزء التالت من الفانوس المثلس. ببديل الازاز. آآ ان شاء الله النهاردة هنعمل الجزء اللي تحت من الفانوس. آآ معلش الجزء اللي فات التليفون فصل. وانا شغلة. آآ انا كنت هنا بعمل هنا. اللي هي الغرزة الداخلية دي. اللي هو ان الغرزة النايمة. آآ دي عملناها اربعة على واحد والزاوية. اللي هي الجزئية اللي هي بتاعت التشبيك دي. كنت بعملها على على اتنين اربعة على اتنين. والباية اربعة على واحد. عطاني. الجزء مربع لجوه ده. عشان خطر ايه? وحدة الصوت. آآ طبعا آآ اللي هيشتغل معي الجزء اللي هو الفانوس بالخرز رقم عشرة. زي اللي عملناه في الجزء الاولاني. احنا مش بنحتاج الخطوة دي خالص. لانه هي لما بيتشبك كده بيجي على قد الوحدة بالضبط. مش محتاجين. انه هنعمل الخطوة اللي تحت جيه. بص هنا. انا عملت هنا. بص هنا بلاقي الصف ده كده. مع التشبيك جيه بلاقي خرزة زرقة. اهل. واربع خرزات بيت. وخرزة زرقة. لما بعدهم من هنا الهنا بيتجيني ست خرزات. بطلع عليه وماربعة على واحد. ونفس الكلام هنا بقى ست خرزات بطلع عليه وماربعة على واحد. بكرر الكلام دوت كام مرة? تلات مرات. بيتجيني ايه? دي. هنقول لكم هنا هنشتغل بازن الله ونكملوه. بس قبل اي حاجة بازن الله هنسمي الله. ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. ونزعي ربنا يا فوق الكارب اللي احنا فيه. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. مش مرة كده خالص النوع دهنا. بقى الهي لالله. آآ وتعمله ولما اشتركش في القناة يعمل شير. ونفعل زر الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لها الا الله. آآ هنا بعد ما عملنا الثلاث دوار دول. عملنا دور نايم لبرة. دور نايم لبرة ازاي? نعملوه اربعة على واحد. الوقت ما نوصل لاخر الخرزاية. لقى الخرزة بنبرة ستة. بيبقى بالزبط عامل كده. زي وزي اللي فوق بالزبط. زي ده بالزبط. باجي هنا. باتني الخرزة كده. وبعمل غرزة طايرة. الغرزة الطايرة جي معمولة ازاي? بنعمل هنا. انا هشتغل معاكو هنا. ووريكو غرزة الطايرة جي بتعمل ازاي? نقص فتلة. نسمي بسم الله. انا مش هعمل فتلة طويلة. عشان بتلخنة في التصوير. طبعا انا قلتوك قبل كده انا بسيب الفتلة جي ليه? عشان باجي عمي الدور اللي بعدها بجبك فيه. فهتبقى مجبكة في اكتر من صف. فتبقى بتجي متنة للشغل. انا ممكن لو قصها كده في اي حركة ممكن تتفك. اهي? عايزة بس ابدأ لكم من هنا هو كده عشان عملكو غرزة وعملكو غرز التوسعة. اهي كده. نشتغله ربعية. عادية خالص. فالاول بنبدأ بتلاتة. كده. والغرزة اللي بعدها بيبقى عندي اتنين في الفتلة. باعمل اتنين. بالمنظر ده. اهي. كده. اجي هنا عند الجزئلة بتاعة غرزة الطايرة اللي عملي حين نفرزوا الشغل كده. بص باجي هنا اهو. باخد الفتلة اللي فوف. بص انا هعملها لكم هنا. بخرزة زرقة. بقى هنا هيبقى فكهنا بعدين. عشان تبين بس معاكم. بص بحط تلات خرزات. ورجحها في اخر خرزاية. من غير ما نمشي بالفتلة. فخرزة من تحت. اهي. تديني المنظر ده كده. بص بقى عاملة ازاي. بص بقى عاملة ازاي. اهي طايرة اهي. اجي اعجي الخيط بتاعي بقى من تحت. واشتغل. غرزة. ربعية عادية خالص. بالمنظر ده. بالمنظر ده كده. واكمل. طبعا ديه طبعا مش اللون ده انا بس عملتها لكم عشان تبينت في الشغل. الغرزة الطائرة عاملة ازاي? بتادي توسعة للشغل اهي بصوا. من ربع واسع ازاي? بنعمل قدية بقى من دي. بتعمل الالوان دي بتاعتكم. بتعملوا صف وصف صفين وصفين براحتكم. بنعمل كم صف من دول? بنعمل بنكرارها اربع مرات. اهي. بصوا كده اللي عمنا ايه واحد تاني شغالة فيه. اهي. بنكرارها هنا كم واحدة. اجي ههم التلات خرزات. الوقفين. وادي خرزتين ابيض وخرزتين دورين ابيض ودورين ازرق. بصوا هنا. بالمنظر ده كده بقى عامل ازاي? هنعد هنا. الخرزات بتاعتنا بتطلع اربعتاشر خرزة. بصوا بنعمل ايه? بنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة. ونجي نقطم كده الشغل. نتنيها. بنجي من هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة. ونتنيه. بالمنظر ده. هيديني هو ايه? المنظر ده. بس انا هسبتها. اهي. رجع التاني. بنسبتها ازاي? انا مسبتها هنا. انا بصوا الفاتلة دي تحت اصلا. وانا معديها من خرزة اللي بعدها. بص هنا انا عملت عاملة الصف ده. ده صف واقف. صف واقف يعني ايه? انا مش بعمل فيه غرزة طايرة. ببدأوا من اوله. بعمل ست خرزات. وبعمل باجي السبعة والتمنة. السبعة والتمنة ده معي خرزة واقفة. ومعي غرزتين مع بعض. يبقى حط خرزة واحدة. تديني. في الشكل ده كتب. بصوا هنا انا عاملها اهي مع كم. مجهزها. بصوا هنا انا عدوا معي. اجي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة. بصوا هنا لما باجي اشتغل هنا. في الاخر خرزاية بعمل اللي بعدها على طول. ما بعملش حاجة طايرة. يعني لما باجي اشتغل هنا زي مسلا زي دول. اجي هنا وامشغلة في الخرزة اللي بعدها على طول. بتديني الغرزة لايه? الوقفة. هنا زي ما قلنا. عدت شغل ست خرزات اربعة على واحد. اجي السبعة والتمنة. اكثر كده. وادخل الخط في السبعة والتمنة مع بعض. عشان تبقى الغرزة اربعة على اتنين. هيا. بينا كده اكتر. اهي. معي ادي ايه في الفتلة? معي خرزاية. وقفة. خرزتين ده خلتون في الفتلة دلوقتي. بس كده. اهي كده كده اكتر اشتغل بينا. هحط خرزاية واحدة. خرزاية واحدة. واعمل العقدة بتاعتها. الخط كبير طبعا دايما بيعاكس. ونشد دي بقى جامد. عشان دي لو هوت. هتبوز كل المنظر اللي احنا عمينا. نكسر كده. ونشد جامد. هي تشدد. بس نعمل الغرزة اللي بعدها برضو اتبت عليها تاني. وبعدين نرجع نحط خرزاية واحدة في الفتلة. بيبقى كده معنا اتنين. نكمل الصف بتاعنا اربعة على واحدة. هبص كده. بص المنظر هنا. هنضف طبعا نحط ده. بص هي تبقى عاملة ازاي كده القعدة? بالمنظر ده. هنشتغل فوق بقى. هنقولوك هنعمل ايه? كده بقى نبتجي ايه? نشتغل في الصف اللي فوق. انا هبتجي من عند الازرق ده. الصف ده احنا نعملوه اربعة على واحد واقف. اربعة على واحد انا باخد هنا اهو خرزاية. اي خدت خرزاية من الزرقة دي. انا بديت من هنا. وحط عليها. انا بديت من هنا ليه? عشان اقولوكم في الصف اللي بعدها هنعمل ايه? هنا اربعة على واحد خدت خرزاية واحدة. اهي? نعمل العقدة بتاعتنا. وننصص الخرز كده. ونشد كده. يا رفقكم بينا. اهي? اربعة على واحد. ونعدي الخيط. هي اصعب حي الجزء بيبقى موجود اللي هو بيشبكها في الشاسي من فوق ومن تحت. عشان هو بيبقى مجدود. وفدت بقى. اهي? تعدي بس. اهي? خدنا خرزاية البيضة اللي جنبها. وحطينا خرزتين. ونشد كده. بالمنزر ده. انا اخدها. ايه بعد كده بتبقى سهلة. الصف اللي بعدها. يعني هي الفانوس كله. هو سهل طبعا بس هي عشان وطبعا الشاسية ده لازم يكون لازق كويس او متركب كويس ومتقفل عليه. لان مع الشد كده والحركة لو هو مش آآ مش ماسك نفسه او مش. ممكن احنا بعد ما نعمل التزبيت اللي جوه. نعيد عليه بالشامح. عشان نضمن ان هو يبقى مسك نفسه. بص هنا. انا اشتغلت هنا لغاية اخر الصف او راس المسلس ده. في المنزر ده كده. دي غرزة وقفة. بص هنا انا هعمل ايه في فوق? انا بعد ما اعملت غط حرف المسلس كده. احط تلات خرزات. عشان نعمل غرزة طايرة. اهي اللي برضو ما اخدش بالي وانا بعمل غرزة طايرة تحت. اهي. احنا كده معنا خرزاية. وادمت في الفتلة. تلات خرزات. ما ودخلناها في اخي خرزاية. وعقدناها كده. اهي بالمنزر ده. وبعدين اما خلص او معديها فين? معديها هنا ومكملة كده. شو. اهي عدت ان شاء الله. يا رب اهي عدت. الحمد لله. بس عدت فاديه بقى. فحوالي تلات اربع خرزات. الفتلة مشت في اربع خرزات. في المنزر ده بقى لما بتعدي بتقى فرصة ان هي الخيط عدة. فبس ايبها اتعدي كده? بص الفتلة عدت ازاي? بص بنعمل احنا هنا ايه? بناخد خرزتين. لو في يعني حد ما يعرفش الطريقة دي. هي الطريقة بنرجاء لها لما يكون مضطرين في حاجة زي كده. بص هنا طبعا لو ما عندي حاجة رفيعة. بنطلع هنا الفتلة. اهي? نفس الفتلة هي هي. اهي بطلعها كده. وبعد الخرزة فيها كده. بعمل برضو العقدة بتاعتي. وارجحها كده. واشد من الجنبين. بتعمل نفس العقدة. بس انا ايه? اهي بص بالمنزر ده. اهي. ونشد. هنعمل كيف الكم خرزية اللي دخلوا دول? هبصوا هم اللي اربع خرزات اللي هم دخلوا في الفتلة. اهي. بص هنا. انا لما بدخلها كده في الفتلة. لازم اصلحها تاني. في الخرز الاخرانين. اهي اهم حاجة. شدي جيمت. اهي. ادي كده هون. هوليكي بس عشان لما اه خلت الخيط دخل فتلة اربع خرزات مع بعض من تحت. عملنا ايه? عشان لو عملت معك كده. عشان هي سعت مع الخرز الديق دوت. ما بتعفش تعدي خرزي خرزي. اهي. بصوا المنظر ته. بصوا بها عاملة ازاي? شايفينها عاملة ازاي? اجي هوا. بابيضة هوا. هي غرزة واقفة كده. هنعمل كدير ميدور بنرجع لكم تاني.